نشوف بقى الخامات هنعملها ازاي نروح لفايل ممكن على فكرة نحط الخامات جاهزة والموضوع ينتهي تمام لكن انا هختار خامة تمام ودبل كليك وهروح على وخلي اللون بتاعها وليكن اللون ده يعني عشان هتقايد باللون لو احد يقول لي اللون غامق هقول لك لا هو من هيبقى فاتح واخد كده ده خليه واخد ابيض برضو ممكن ازود شوية بحيث اخليها خامة بتلمع يعني ممكن اتكلم عليها وممكن لأ هاخد احطها على 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 الاوتر سلكل سيركل هروح بعد كده عشان الجلوبة الوميناشن وراية كليك كومبوزتنج تاج هاخد الكمبوزتنج واسف سينما فور دي تاجز وااخد كومبوزتنج واقول لسين باي كاميرا بقف علشان ما شوفش الكاميرا او الكاميرا ما تشوفش الاسكاي هروح لو واخد الكنتنت براوزر واخد اي خامة اي خامة اي اوه اسكيدي اوه خد بس جرب يعني جرب ه проб كزا حاجة لان مش من اول مرة تصبط معاك انا هاخد مسلا حاجة زي دي هيرميه عليها الاسكاي واقول له اي ايةاا روجيكت باث نوع 고ك وجرب بس يعني انا هجرب من زاوية قريبة مني شوية تم اولتكو من زاوية زاي دي بس قبل ما اجرب هروح ل رندر سيتن ties واروح لفقت واروح عشان اضيفه. اخلي اي اي ار بلاس كيو امي سي انا مش عارف يعني اي كيو امي سي بس انا جربت دي وجربت. فكيو امي سي يعني لقيتها كويس بس انا مش عارف والله يعني اي كيو امي سي بس حاول ادور يعني. الراديانس كاش هخليها خلي كل ده لو ولو علشان يعني وقت الرندر ما يزيدش قوي. خلاص وبعد كده. هقفل. واعمل في واشوف. الشكل بتاعها هيبقى ازاي. اعتقد الشكل مقبول ولو ان احنا ممكن نعمل شوية بلر كده بحيس نداري التفاصيل دي. هروح هنا وفي ممكن اقول له بلر وليكن باتنين. خلو بالكم باتنين عالي مش قليل. طيب. نعمل حاجة حلو قوي عشان ما ناخد شوقت في الرندر. خلي البلر هنا بصفر. وتعالوا نروح في في نفسها. نخليها هي البلر. هتبقى هتدي على فكرة شكلة احلى للنعكسات. فهقول له مسلا خلي البلر دي بخمسة برضو بخمسة يعني هي هي على فكرة اللي اتنين بيلعبوا في نفس بالزبط. ممكن نخلي دي تمانية برضو. آآ خمستاشر. تمانية. ونشوف. انا اعتقد كده احسن مية خمس تلاف مرة. نفس بقى الموضوع هاخده هنا. ونفس الموضوع هاخده لا مش في الكور. هاخده على الكور دي هي نفس الخامة على فكرة بس هتبقى آآ لونها احمر. فهعمل برضو رندر مرة تانية واشوف ايه الدنيا ماشية. زي اعتقد جميل. اوي 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 اوي. تمام. نجرب رندر بقى في كده. اقاسف في خليها مية في المية. طبعا اللي احنا نعملها طغي عليها اللون الازرق شوية. فانا هروح ل الاتش دي ار اي نفسها. واروح ل في كولر. اولا هشيل لسبيكولر عشان يبقاش فيها سبيكولر. هروح لكولر. وفي كولر. هقول له حطيلي آآ فلتر. وخش في الفلتر وخليها بحيس ان انا اشيل اي على الشاشة ممكن ازود شوية بحيس تبقى حبة. آآ ازودها حبة برضو. والكونتراس ازودها شوية. تمام? واجرب اعمل تاني. اعتقد كده الرفليكشن احسن. ولو ان ممكن نروح لرفليكشن وازود شوية. تمام بالشكل. ده كده. اعمل تاني. يعني حاول تعمل في اكتر من مرحلة. علشان تبقى عارف آآ الدنيا بتاعتك آآ ماشية ازاي. آآ او الحواف عليها عالي شوية. فانا اخلي قليل. بحيس ان تبقاش بيضة بيضة قوي كده. يعني يبقى فيه تفاوت شوية. برضو نفسه هخليه بتاع عشرين. تمام? واجرب تاني. آآ ممكن آآ ممكن 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 نخلي. الكالر بتاح نفسه. هو اللي فاتح شوية. نزود. يعني. ماشي البلار. آآ فين 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 البلار فين البلار. آآ مم تهيق لي هنا كان فيه البلار اهو. ممكن نخلي البلار ده بتمانية. بحيس ارجع شوية بس عشان تبقى متشافة وبينة. بحب انا قوي ان انا رندر الحاجات القرابة من الكاميرا. البلار. البلار عالي شوية. ممكن نخلي البلار ده. نرجع لورا. خلي البلار ده. تلاتة. ودي مسلا نخليها باتنين. ونجرب تاني. تشوف. آآ متهالي كده رجع شوية. كده شوية شوية بانت. تمام? بالمنظر ده كده. آآ تهيق لي. تهيق لي يعني. ان انا هروح الريكتانجل. تمام? اعتقد والله اعلم ان انا هزود آآ الديتيلز بتاعته شوية بالشكل ده. عشان يبقى فيه مساحة اكبر الانعكاس يبقى آآ عليها. تمام بالمنظر ده كده. نرندر بقى ونشوف ايه الظروف. اعتقد كده الانعكاسات آآ كويسة وشكلها مقبول. فاضل بقى اللي هي. فاضل بقى اللي هي الخامة آآ بتاعت الف النص. كلها هعملوا بدل معايد الكلام ده كله تاني. هسحب الخامة دي. واسمي ده. الكور. ودابل كليك. واروح للديفيوز. وخليها هي لونها احمر. اخليها احمر كده عشان برضو الانعكاس هو يفتحها شوية. في الاسبيكولر ومش عارف ايه اخلي ده مسلا وليكن واخد لون فاتح حبل. نروح للسبيكولر تلاتة ونخلي الاسبيكولر تلاتة ده قبلت خالص يعني عشان يدي برضو اي حاجة فيها نروح للكور ونسحب بقى آآ الخامة الحمراء دي نحطها على اللي في النص ونشوف ايه الظروف ونعمل كده ونشوف الريندر. اه الكور دي على فكرة هنخف فيها شوية هي اصلا على فكرة هناك مش آآ مش واخد جامد قوي. ممكن اخد ده بخمسة واخلي على الحواف مسلا بعشرين ولا حاجة ونجرب نعمل تاني. حاجة زي دي اه اعتقد ان هي آآ لون احمر احمر يعني. كمان بالشكل ده كده تلاتة ده احمر. ونعمل كده. اه اعتقد ده يبقى بيض ونخلي ده. واخد اللون الاحمر. ونعمل كده ونشوف. يعني مجرد شوية تغييرات لغاية ما نشوف هنوصل آآ آآ هنوصل لايه? الديفيوز. مش واخد لون الاحمر. يعني هي بين تفتيح اللون وتغميقه. اعتقد ان هي كده مناسبة. طيب نروح كده كده ونشوف. نجيبها برضه قدام الكاميرا بحيس. نشوف ظروفها ايه? ونشوف الانعكاسات ماشا. اعتقد تمام جميلة مفيش اي مشكلة. والانعكاسات برضه مفيش فيها اي مشكلة خالص. والانيميشن اعتقد كويس مفيش فيه اي مشاكل. بالنسبة ليه انيميشن التكست نتكلم عليه في الجزء اللي جاي ان شاء الله من المحاضرة.